موسيقى الاثيوبيون يحتفلون بيوم العالم الوطني السادس عشر تحت شعار علم عالمنا هيبتنا وضمان الوحدة والسيادة مع فليات مختلفة في جميع أنحاء البلاد موسيقى رئيس الوزراء الاثيوبيا عقب اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الصيني لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين اثيوبيا والصين موسيقى مشاهدينا الكارم اهلا ومرحبا بكم في نشرة جديدة للأخبار يقدم لكم القسم العربي في هيئة الاذاء الاثيوبيا من العاصمة ادس ابابا احتفل الاثيوبيون بيوم العالم الوطني السادس عشر تحت شعار علمنا هيبتنا وضمان الوحدة والسيادة مع فعديات مختلفة في جميع أنحاء البلاد المزيف تقرير عبد الرحمن أمين يوم العالم الاثيوبي مناسبة اثيوبية مميزة تحمل في طياتها الكثير من المعاني والقيم الوطنية التي تعكس تاريخ وثقافة الشعب الاثيوبي وتتجدد احتفالات هذا اليوم في أول اثنين من شهر تقمت الشهر الثاني في التقويم الاثيوبي وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالعالم الذي يمثل رمزا للوحدة والاستقلال والتقدم لكل الاثيوبيين وتم اعتماد العالم الاثيوبي بشكله الحالي في السادس من فبراير عام الف وتسعمائة وستة وتسعين ويتكون من ثلاثة ألوان رئيسية هي الأخضر والأصفر والأحمر ولكل لون من ألوان العالم معاني ودلالات خاصة حيث يرمز اللون الأخضر إلى الأرض وخصوبتها واللون الأصفر يمثل السلام والتناغم بين المجموعات العرقية والدينية المختلفة في اثيوبيا أما اللون الأحمر فيمثل القوة والدماء الإفريقية التي أريقت دفاعا عن الوطن ويتوسط العالم شعار نجمة خماسية صفراء في دائرة زرقاء تمثل مستقبل اثيوبيا الزاهر وأما الشعاع الأصفر المتساوي البعد فيمثل المساواة بين الاثيوبيين بغض النظر عن الأعراق أو الأديان ويحتل العالم الاثيوبي مكانة عظيمة في قلوب الاثيوبيين والأفارقة إذ يعد رمزا للوحدة والكرامة الوطنية إضافة إلى كونه فرصة لإحياء التراث الوطني وتعزيز مشاعر الانتماء للوطن وشهدت العاصمة الإثيوبية أدي سبابا احتفالات بمناسبة يوم العالم الوطني في نسخته السادسة عشر تحت شعار هيبة عالمنا ضمان الوحدة والسيادة بجميع المؤسسات الحكومية في العاصمة والأقاليم والسفارات الإثيوبية في الخارج وقامت رئيسة البلاد سهل ورق زودي في احتفالات هذه المناسبة بمجلس النواب برفع العالم الاثيوبي أمام ساحة البرلمان الاثيوبي بحضور رئيس البرلمان تاكسا جافو وعدد من أعضاء البرلمان وكبار المسؤولين الحكوميين وقالت رئيسة الجمهورية سهل ورق خلال كلمة لها إن العالم الوطني يدل على الحرية وتضحيات الأجداد ويجب تعليم الأجيال القادمة أهمية هذا الرمز الوطني العظيم من جانبه قال رئيس مجلس النواب تاكسا جافو إن العالم الاثيوبي هو شعار الحرية والوحدة الاثيوبية وأصدر مكتب الاتصال الحكومي بيانا أن أفيه جميع الاثيوبيين بيوم العالم الوطني وأكد المكتب بأن راية اثيوبيا هي راية نصر وثمرة تضحيات الآباء الذين دافعوا عنها وبذلوا كل غال ونفيس في سبيل ذلك وصل رئيس الوزراء الدكتورة بي أحمد والوفد المرافق إلى همس الاثنين إلى العاصمة الصينية بيجين للمشاركة في قمة الحزام والطرق الثالثة واستقبل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج رئيس الوزراء الدكتورة بي أحمد وعقد رئيسان الاجتماع الثنائي ونقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين إثيوبيا والصين وأوضح رئيس الوزراء بي أحمد لي تشيانج أهداف النمو متعددة الأوجه للحكومة والإنجازات التنموية للبلاد وشدد على ضرورة توسيع الشراكة التجارية مع الصين وعقب الاجتماع الثنائي ترأس رئيس الوزراء بي أحمد ولي تشيانج التوقيع على الاتفاقيات التعاونية التي تم توقيعها بين البلدين في مختلف المجالات ذكرت سكرتارية الصحفية لمكتب رئيس الوزراء بيلين سيوم أن المشاورات التي أجراها رئيس الوزراء أبي أحمد مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج أظهرت رغبة الصين في مواصلة تطوير علاقاتها ثنائية القوية مع إثيوبيا وقالت بيلين استقبل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج رسميا برئيس الوزراء بي أحمد بطريقة تشير إلى العلاقة القوية بين البلدين وقالت أن رئيس الوزراء صرح لي تشيانج أن العلاقات الثنائية بين الصين وإثيوبيا كانت قوية لعدة قرون وأنه لا تزال هناك رغبة في زيادتها بشكل أكبر ذكر رئيس الوزراء بي أحمد أن إثيوبيا لها الحق في الوصول إلى منفذ بحري بالنظر إلى الخلفية الجغرافية والتاريخية والاقتصادية المزيف تقليل حورية أمان أحمد إن إثيوبيا لديها حقوق تاريخية وقانونية في وصول إلى المنفذ البحري وأطلع رئيس مجلس الوزراء أعداء البرلمان على إمكانية الوصول إلى الميناء البحري الذي يعتبر النقطة المركزية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وإن سعي إثيوبيا للوصول إلى سواحل قد أعاقى تقدمها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ومع عدد سكان يزيد عن 120 مليون نسمة أصبحت الحاجة الملحة لإيجاد منفذ بحري جديد وليست طرفا إن الوصول إلى الطريق البحري أمر لا بد منه الإثيوبيا ذات الكثافة السكانية العالية في منطقة شرق إفريقيا ومع استمرار تضاعف النمو السكاني فإنه سيكون في أسوأ حالة يمكن التعامل معها وعلى النخب السياسية أن تطلع بمسؤولياتها وتناقش الأمر بشكل علني بدلا من اعتباره مسألة محظورة وإذا فشلت الخطة وتوقفت الآن فإن الجيل القادم سينجح فيها وحثى رئيس الوزراء كذلك النخب السياسية في البلاد على مساهمة بمعرفتهم بلا هوادته في جهود الوصول إلى الميناء البحري يحدد كل من البحر الأحمر ونحر النيل التنمية المستقبلية للإثيوبيين وكما طرحنا قضايا النيل على الطاولة يمكننا التفاوض بشأن البحر الأحمر أيضا وبقدر ما لن تحرم المفاوضات المصلحة الوطنية لإثيوبيا ولا تعيق الوصول إلى منفذ البحر إن وجود منفذ ساحل مباشر يمكن لإثيوبيا من تعزيز الاستغرار الإقليمي وتحقيق هدفها في أن تصبح منارة أمل في منطقة شرق إفريقيا قال سفير إثيوبيا لجل الصين تفرى دربا إن العلاقة بين إثيوبيا والصين تنمو بشكل ملحوظ في مجالات الدبلوماسية والاقتصاد وكذلك العلاقة الشعبية وأضاف السفير أن العلاقة بين إثيوبيا والصين في مجال الدبلوماسية والاقتصاد وخاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة نمت بشكل ملحوظ وأوضح أن العديد من الإثيوبيين جاءوا إلى الصين واستفادوا من الفرص التعليمية وغيرها من المجالات مما مكن من تعزيز العلاقات بين الشعبين وصرحت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السفير بروتوكانو إيانو بأنه تم توقيع أربعة عشر اتفاقية لتعزيز العلاقات الثنائية بين إثيوبيا والصين وأضافت أن الاتفاقيات تشمل التنمية الزراعية واقتصاد الشبكات والتنمية الحضرية وتوسيع بناء البنية التحتية وكيفية تنفيذ مبادرة الحزام والطريق وأشارت السفير بروتوكان إلى أن هذه الاتفاقيات فرصة للعمل معا من خلال زيادة الفوائد التي تعود على البلدين قام كبار أعضاء قيادة حزب الازدهار الذين تلقوا التدريب للجولة الثانية في مدينة هسانة بزيارة أنشطة للتنمية الزراعية الحديثة في منطقة كامباتا أمس لاثنين وتندرج عمليات تطوير القمح والمواشي ضمن مبادرة الإنتاج والإنتاجية لتحقيق ضمان الاكتفاء الغذائي حيث أطلق رئيس لزرابي أحمد حملة التنمية ضمن مبادرة ياليمات تروفات بهدف تعزيز الانتاجية وسهمت هذه المبادرة في تعزيز الأنشطة الزراعية الناجحة وتهدف كذلك إلى تعزيز إنتاج الألبان والأسماك والدواجن والعسل وغيرها من الأنشطة الزراعية ومن المعلوم أن إثيوبيا انخرطت في الزراعة العنقودية من أجل زيادة الانتاجية الزراعية من حيث الجودة والكمية من خلال الاستخدام الفعال لأراضيها حضر الوفد الإثيوبي بقيادة وزير الصناعة بجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية ملاك ألبان منتدى الغذاء العالمي في مدينة روما ويتوقع أن يقدم الوفد الإثيوبي إنجازات إثيوبيا وخبراتها في مجال البصمة الخضراء وإنتاج القمح وغيرها من المبادرات في منتدى الغذاء العالمي الذي يستمر لأربعة أيام وسيجتمع الوفد على هامش المنتدى مع العديد من معاهد البحوث الزراعية الدولية المشاركة والمؤسسات المالية والشركات الكبرى في مجال الأغذية الزراعية ويعد هذا المنتدى بمثابة منصة عالمية ديناميكية تتجاوز الحدود والأجيال والقطاعات لتحويل لمستقبل الأنظمة الغذائية الزراعية نتابع مع الأخبار الاقتصادية عقد المؤتمر الدولي لتحالف المرأة للقهوة في إثيوبيا بهدف تعزيز مشاركة المرأة في تطوير القهوة ويستمر المؤتمر الذي يصادف الذكرى العشرين لتأسيس المؤتمر الدولي للتحالف النسائي للقهوة لمدة سبوع وقد جمع مجتمع القهوة الدولي بما في ذلك قادة من شبكة الفروع العالمية التي تمثل 33 دولة وسيكون المؤتمر الدولي للتحالف النسائي للقهوة مناسبة هامة للاحتفال بإنجازات ومساهمات المرأة في صناعة القهوة على مدى السنوات العشرين الماضية وسيوفر هذا الحدث منصة لمحترفي صناعة للمشاركة في مناقشات هادفة وتبادل للأفكار وتعزيز الشراكات التجارية ويتضمن أيضا حلقات نقاش وقاعة عرض تعرض المنتجات والخدمات المبتكرة ورحلات أصلية لتجربة مكان وجود القهوة وأنشطة ثقافية تسلط الضوء على تراث إثيوبيا الغني وحضرت وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعي أرقوكي تسفاي ورئيس مجلس إدارة المؤتمر الدولي للتحالف النسائي للقهوة شارون ريتشيرز وغيرهم من الجهات المعنية في الختام نذكركم بأبرز ما جاء في النشط الإثيوبيون يحتفلون بيوم العالم الوطني السادس عشر تحت شعار عالمنا هيبتنا وضمان الوحدة والسيادة مع فعاليات مختلفة في جميع أنحاء البلاد رئيس الوزراء الإثيوبي يعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الصيني لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين إثيوبيا والصين بهكذا انتهت نشرتنا لهذا اليوم كنت معكم العبدالله جمال وادمتم برعاية اليوم اشتركوا في القناة